التزمت بريطانيا وعلى رأسها الملكة إليزابيت ورئيس الحكومة ديفيد كاميرون الجمعة دقيقة صمت حددا على أرواح ضحايا الهجوم الذي استهدف فندقا في تونس وسقط فيه 38 قتيلا بينهم 30 بريطانيا وحصيلة الضحايا لبريطانيين هي الأكبر في هجوم إرهابي منذ أن فجر أربعة انتحاريون أنفسهم في العاصمة لندن في السابع من تموز يوليو العام 2005 وقتلوا 52 شخصا والاعتداء على فندق إمبيريا المرحبة هو الهجوم الجهادي الأكثر دموية في تاريخ تونس الحديث وقد وقع بعد ثلاثة أشهر من هجوم استهدفات الثامن عشر من آذار مارس الماضي متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس وأسفر عن مقتل شرطي تونسي وواحد وعشرين سائحا أجنبيا وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر